ان شاء الله نكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب المعاصر للصف الثالث لعدا دي هناخد النهاردة هنقرأ الكلمات وناخد كل ما يتعلق بالكلمات من تعريفات حروف جر تعبيرات لغوية وكمان هنتكلم على المراضف والمضاد حسب النظام الحديث طبعا هنقول لكم على اسهل طريقة لحل سؤال وسؤال الدالج المحادثة اللي بيسبب لنا مشكلة وهنحل على ده كل اسئلة ونقول السبب بتاع الحل كل ده اكتر معنا النهاردة خليكم معنا بعض الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصد رحمة العبد من قناة دروس تعلمية اونلاين لو ديت اول مرة لك معنا ونورتنا في القناة لانسى اشتاهم لايك الفيديو وتشارك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله ولما كنت شفت الاجزاء اللي فاته من صفح كتاب المعاصر او حتى كتاب جيم للصف الثالث لعدا دي هسيب لك رابط قائمة التشغيل هيظهر في على الشاشة انا بتكلم او هسيب لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو او هتثبت لك الرابط في التعليقات اسفل الفيديو هناخد النهاردة يونو تو ليسونز وان ان تو الواحدة بتاعتنا طبعا عنوانها هيا بنا نذهب الى التسوق تمام نشوف اول حاجة كلمات ننقرأها مع بعض وزي ما تعودنا بنقرأ كل كلمة مرتين ممكن تردد معايا زي ما قول تمام اول حاجة كوفي ماشين كوفي ماشين كتل كتل مايكروويف 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 توستر 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 ادفرد ادفرد special offer special offer العمود والعليمين discount discount deal deal speaker speaker smart smart shop shop طبعا هو جايب جنبها بنقصين بي اي دي عشان يقول لك الماضي نزود بي وبعدك نحط اي دي تمام sale sale بعد كده البوب كوز والتفاعلن ده انا سؤال جديد جايبوا المعاصر السنة دي يعني سؤال سريع كده على الجزء بتاع الاهم كلمات اللي موجودة في درس الاول ودرس التاني طبعا هنا في الاول بيقول لك ايه complete the following sentence using the words in the box يعني اكمل الجمل التالية مستخدما الكلمة اللي بين ايه في المربع ايه السندوق اللي عندنا ده اول حاجة sale زي ما قلنا دي تليها ايه occasion يعني توستر انما حمصة الخبز كوفي ماشين على صنع القهوة discount خاصم اول حاجة يقول لك my mother made bread warm by using that يعني ماما بتخلي الخبز دافئ باستخدام ايه طبعا الخبز دافئ باستخدام اكيد الايه توستر تمام ببداية ايه number one number two this shop offer 20% يعني عايزوا لك المحل ده بيقدم لنا 20% ايه it's a good deal طبعا دي صفقة ايه كويسة يبقى ايه طبعا discount ببداية number two can you make a cup of coffee in this ممكن تعملينها كوبايت او فنجان قهوة في ايه طبعا coffee machine اه لتصنع القهوة تمام نجي بعدك انا اخد اهم كلمات في lesson one اول كلمة عندي magazine magazine poster poster website delivery delivery free item item نكمل بعد كده اهم كلمات oven oven boil boil quality quality normally normally city center shop city center shop leather industry leather industry المناسبة بالمناسبة بالكلمة تيعلن adverts او advertise واللي اتنين صح في النوت عشان ايه استغربوش لو سمعتوه advertise يعني تمام listen to customer customer shop assistant shop assistant market market headphones headphones necklace necklace latest shopping center shopping center survey 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 column column طبعا الان هنا silent ده غالبا لما تلاقي الام بعدها ان بتبقى الان silent ما مقولش column بقى لو لقىه column تمام table table mediterranean sea mediterranean sea اقولها كما مرة mediterranean sea mediterranean sea mediterranean sea touristes 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 نقل بقى هكذا تصرفات الافعال buy bought bought الجيء اتشو silent sell sold 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 give give given till told told come came come speak spoke spoken understand understood understood نجيب بعدك هكذا definitions التعريفات طب انا استفادئي بالتعريفات عندك سؤال في الاختيارات خاصة بالتعريفات لو ما ست اختيارات يعني اول حاجة coffee machine you can make a hot drink with this ممكن اعمل بها ايه مشروب ساخن kettle للغلاي يقولك you can boil water with this ممكن ايه تغلف يومية او something that you use in the kitchen to boil water يعني شيء سيخدمه في المطبخ عشان تغلي فيه الماء تمام بعد كده microwave اللي هو المايكرويف اللي هو الفرن يعني you can cook things quickly with this ممكن ايه اطبخ فيه اشياء سريعة a machine that cooks food very quickly يعني اهلا بتطبخ الاكل بسرعة using special waves بسيخدم ايه موجات خاصة بعد كده كلمة smart using computer لو هزاكي يعني بسيخدم الكمبيوتر or the internet او الانترنت to make something work better عشان اخلي شيء بيعمل بطريقة افضل عشان كاولك ده ايه هاتف زاكي ده تلفزيون زاكي ده كله بنقول علي smart وكلام ده كل special offer عرض خاص something that is a good price or free to encourage people to buy it ده عرض خاص يعني شيء بيبقى سعره كويس او ممكن يكون مجان عشان يشجع الناس نمشتروا discount اللي هو خاص معهو تخفيض a price that is less than usual والله اذا سعر اقل من المعتاد deal اتفاق او صفقة a good or cheap price سعر رخيص او سعر جيد sale ممكن وليس برضو تخفيض او اوكازيون يقول لك a time when a shop sell the things at a cheaper price than usual الوقت اللي بيئه المحل اللي بيبيع الشيء يعني ارخص من ثمنه او ارخص من المعتاد speaker سماعة او مكبر صوت equipment دي طبعا معدة من المعدات او آلة that you connect to or is part of a phone ممكن توصلها بالتلفون او تكون جزء من التلفون radio او radio computer او الكمبيوتر etc وهكذا so that you can listen to it عشان كده ممكن تستمع للشيء ده تمام نجيب على كده بقى ونا بندرس الكلمات في حاجة اسمها عندي collocations ايه ال collocations يعني متلازمة لفظي يعني برضو مصر متلازمة لفظية يعني كلمتين بالبلد كده بيلتزمهم مع بعض بيجوا مع بعض فبيدوني معنى معين لو غيرت كلمة فيهم بيدي معنى تاني ازاي لما قول have a discount به تخفيض have much homework لديه واجب كثير have money لديه نقود offer a deer يعرض صفقة واتفاق play music يشغل موسيقى play a sport يمارس رياضة spend money ينفق نقود get the bus يستقل الوطوبيس get the train يستقل القطار get a drink يحصل على مشروب get a poster يحصل على ملصب طيب نكمل الحيطة الجديدة بقى اللي ذكرها المعاصر حسب النظام الحديث زي ما قلنا synonyms synonyms وantonyms synonyms يعني ايه يعني المراضف وantonyms المضاد المراضف ممكن يقولك المينج بتاع الكلمة برضو بتسمعناها برضو مراضف المضاد ممكن يقولك opposite بتاع الكلمة يعني مضاد الكلمة تمام اول حاجة كلمة sell يبيع طبعا بتساوي exchange او trade وعكسهم كلهم buy cheap رخص السمن بتساوي inexpensive وعكسهم expensive free مجاني طبعا بتساوي unpaid او without money وعكسهم paid مدفوع ask يسأل او يطلب طبعا بتساوي inquire وعكسهم give او reply او هنا reply او answer يبقى give و reply و answer عكس مين عكس ask و inquire special خاص او متميز طبعا بتساوي important او particular وعكسهم usual او common تمام بعد كده prefix والصفكس الحروف البادية والحروف النهية حروف بتجي فعل الكلمة عشان تغير معناها وحروف ممكن تجي فعل الكلمة تغير معناها تمام نشوف كده اول حاجة وليه if you l لما بتضيفها للكلمة ممكن تتحول الكلمة من فعل الى صف زي ايه use يستخدم useful بقت مفيد صفة لما حولها احطها للك كلمة بتحول الفعل الاس ده كلمة تحدث سماعة ومكبر صوت يعني بيحمس الشيء يعني او بيسخنه جامد لما قول يبقى ايه محمسة خبز الكهرباء ايه تمام مايكرو ديت بتدي معنا صغير بقولك تمام كده طيب لما حطها فول الكلمة بتدي عكس الصفة زي كلمة يعني منتظم غير منتظم تمام تساوي واختصارها طبعا مليا الكلمة دية يعني اعلان والله يا شافت طبعا اعلان على اللي وظيفة ايه وظيفة مثلا ايه يعني زيوله باع في محل في القرائد تمام اللي هو الاسسستان طيب نمبر تو سمارت او زكي سامح سامح زكي يعني لبس لبس كويس طبعا اسمها يعني دائما بيلبس ملابس عالموضة انا اشتريت يعني التليفون زكي بالامس مش تليفون عقل وزكي لا المقصود بينه بيتوصل بين انت بسهولة يعني جاب طبعا درجة ايه في الكيمياء الملحوظة الثالثة سيل اون سيل فور سيل كلمة سيل اوكازيون يبيع البضائع بأسعار مخفض لما قللك there is a big sale now at jd home store والله ده فيه دلوقتي ايه يقولك فيه اوكازيون جامد في الايه في المدجر بتاع jd تمام اون سيل طبعا ديه الضضاع معروضة للبيع بسعار مخفض تلاديه ما مكتوبة في المحلات في بداية الموز مثلا بتاع الشتاء او نهاية الصيفي وكده تلفزيونات الزكية are on sale يعني معروضة للبيع بسعار مخفض at the shop you can buy them for lower prices ممكن تشيرون بأسعار مخفضة طيب فور سيل يعني عرض الشيء للبيع لما قللك this house is for sale it's owner wanted to sell it المنزل ده لي للبيع صاحبه عايز يبيعه اذا هتلاحز ان كلمة sale وon sale قريبين من بعض تمام number four بس طبعا sale يا جماعة بالمناسبة ديها تاسم لكن on sale ديها تمش تمام بعد كن number four deal طبعا تنفع فعل وتنفع صف طب لو تنفع اسم طب لو جات فعل طبعا لو جات فعل معناها هتعامل لما اقول طبعا الماضي منها dealt the book deals with education الكتاب ده بيتعامل مع مجال التعليم مثلا طيب deal كانوين كاسم معناها صفقة او شراء شيء ما بسعر مخفض جدا يقول لك ايه she got a good deal on her new house يعني هي عملت يعني حصلت على صفقة جيدة من شراءها المنزل اذا خذت المنزل بسعر مخفض جدا تمام بعد كده ناخد بقى important expressions and prepositions يعني اهم التعبيرات الغوية وحروف الجر هنا بقول لك اول حاجة طبعا start with يبدأ ب deal of the day صفقة اليوم at the best prices بافضل الاسعار things for the house ادوات منزلية ask about يسأل عن adverts from اعلانات من ask for information يطلب معلومات give information يقدم معلومات deal او discount on صفقة او تخفيض على يبقى discount on spend much money on ينفك اموال كثيرة على on the Mediterranean يعني ايه على البحر الابيض المتوسط طيب العمود والعالمين on special offer في عرض خاص things are the usual price اشياء بالسعر المعتاد wait for deals or discounts ينتظر العروض او التخفيضات the difference between not and not الاختلاف بين كذا وكذا what type of منوع زي كلمة what kind of choose to زي المظر يختار ان look for يبحث عن tell about يخبر عن shop online يتسوق عبر الانترنت watch films from the internet يشاهد افلام من الانترنت جيد الوقت يضرنا بقى ما حلنا السئلة على الجزء اللي فاده تمام وزي ما اتفقنا قبل كده واقف الفيديو على الجزء اللي قدامك ذاكر الجزء اللي فاد كويس حل اسئلة لوحدك بعد كده شغل الفيديو شوف الحل بتاعك صح والغلط وكمان عشان تعرف السبب بتاع الحل ويا ريت تكتبلي في التعليقات انت جبت كام على الكلمات بتاع lesson one وطو في الوحدة التانية جبت كام من خمسة وعشرين في ناس بتكتب رقم وخلص انا عايز اعرف كام من كام يعني عشرين من خمسة وعشرين وهكذا تمام ياريت يعني تتقول في التعليقات عشان اتطمن عليكم نمبر ون يعني دي يقول لك ايناء معدني بنغلي فيه المية طبعا ده ايه طبعا هيبقى تمام الولاي الغلاي تمام نمبر يعني شيء انت ممكن تعمل منه وتعمل فيه يعني او تعمل به يعني مشروب ساخن لو ايه طبعا طبعا بكلمها على coffee machine اللي اهل سننلقاه تمام نمبر ثري هنا بقى ده جزء خاص بال guessing the meaning يعني استنتج المعنى وده برضو عليه سؤال في الاختيارات تمام احنا عندنا في الامتحان ستة اختيارات منهم ضمنهم واحد خاص بالاختيارات من المعنى تمام نمبر ثري you are a ask the customer what they want to buy بوله والله انت شغل ايه اسأل الزبون هو عايز يشير ايه طبعا ديها هتبقى literacy تمام يبقى هنا shop assistant نمبر فور the word not is closed meaning to the word discount والله فيه كلمة close هنا مش يغلق بقى ده معناها قريب ايه الكلمة اللي قريبة في المعنى من كلمة discount طبعا هنسأل لكم شوية وعلقة تعال وانا بكراها كلمة sale تمام discount يعني خصمه وتخفيض وكلمة sale برضو occasion او تخفيض نمبر فايف some people can online using smart phones والله في ناس ممكن تعمل ايه online مستخدمة smart phone اللي هو التليفون ازاكي طبعا ايه اللي ممكن نعمله بالتليفون ازاكي على النت يبقى shop طبعا يبقى كان shop طبعا هنا كان shop يعني يستطيع ان يتسوق نمبر سيكس there is a special to have a free one when you buy two pieces والله في عرض انه انت ممكن تاخد واحدة منكانية لما تشتري اتنين العرض يعني ايه طبعا offer special offer عرض خاص نمبر سيفن this smart او هنا لقول this not is from our website والله ده طبعا من ايه من موقع about the new capital عن العاصمة اللي ايه الجديدة يبقى هنا ده اسمه ايه طبعا هنا advert advert يعني يعني اعلان يقول لك ده اعلان على موقع عن العاصمة اللي ايه العاصمة الجديدة تمام نمبر ايت this smart screen has a 25% والله يقول لك smart screen الشاشة الزكية دي احنا هنا الشاشة الزكية اللي ايه بتتوصل بالانترنت عليها 25% ايه واعجزوا لخمسة وعشرين في المية خاص يبقى ايه يبقى discount تمام لما يجيب لك نسبة مقوية بتجيب معها discount اللي هو خاص من 25% حتى بقول لك ايه عادة بتكلف 6000 6000 جنيه لكن دلوقتي بعد الخاص بقيت 4000 وكام وخمسون جنيه تمام نمبر نين والله انا اشريقه جديد للكمبيوتر بتاعي ايه لا اشريق الكمبيوتر طبعا ايه كلمة speakers طبعا اللي هي سماعات يعني نمبر 10 you can make bread warm ممكن اخلي الخبز دافئ with زى باستخدام ايه طبعا هيبقى باستخدام ايه toaster تمام محمصة الخبز تمام لانها اللي هنا bread نمبر 11 طبعا ده خاص بـ definition زي ما قلنا من شوية means a good or cheap price معنى الكلمة ان سعر جيد او سعر رخيص يبقى ده اسمه ايه طبعا ده يتصفقة يبقى ايه يبقى ديل تمام نمبر 12 نقط means using computer or the internet to make something work better لما استخدم الكمبيوتر والانترنت عشان اخلي شي يشتغل بطرقه جيدة او يبقى افضل يبقى انا بعمل ايه يبقى اسمه smart يعني ايبقى هيا زي ما قلتوكم بما اقوله على حاجة زاكية او جهاز الجهاز ذا زاكي معنى كده ان الجهاز ذا بيشتغل انطرين الانترنت او بخشو على الانترنت يعني نمبر 13 and what is a machine that cooks food very quickly using waves من اسمها اصلا يعني اهلا بتطهي الطعام بسرعة بس يخدم موجات خاصة زي ما قلنا يبدأ ايه microwave بدأت لتربي تمام نمبر 14 استنعنوا من الانترنت المرادة في المضاد والصفكس النهايات والبدايات والكلام ده كله تمام نمبر 14 you can make an adjective from the verb use by adding عشان تخلي السؤال ده صاحبة جرب الاختيارات معها هل في حاجة اسمها use 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 useful طبعا useful يا مصر ايه مفيد بقت صفة تمام نمبر 15 the opposite of the verb by is مضاد كلمة by مضاد الفعل by طبعا by معناها يا اشتر يبقى عكسها يبقى كلمة sel تمام يبقى literacy نمبر 16 the word free can be the opposite of كلمة free ممكن تبقى مضادها ايه طبعا free يعني مجاني فبالتالي يبقى عكسها ايه عكسها بيد مدفوع تمام نمبر 17 to give the opposite of the word expensive we add the prefix عشان نجيب عكس كلمة expensive بضف لها prefix يعني حرف بادئة في اولها بحط لها ايه طبعا نحط i in يبقى inexpensive في خطأ اشياء يا جماعة ان لما تعز تجيب عكس الكلمة تحط you in you in لا مش كل الكلمات expensive ده حاجة خاصة يبقى inexpensive نمبر 18 microbus is a or an bus لما يقول بص ده ايه يعتبر بتوبيس ايه طبعا بتوبيس صغير يبقى ايه يبقى small bus letter d نمبر 19 the word inquire gives it the same meaning of كلمة inquire بتدي نفس المعنى بتاعه يعني السنونم المرادف بتاعه طبعا inquire يستفسر أو يسأل يبقى letter b ask تمام نمبر 20 if something is special this means it's not والله لو شيء خاص يبقى معنى كلام ده انه هو ايه انه طبعا مش ايه هل هقول usual مش عادي different مختلف easy سهل good جيد طبعا هي بقى ايه is not usual بدل هو خاص بقى not usual number 21 she likes to wear around her neck يالله لو بتحب تلبس ايه حول رقبتها طبعا هي لو قلت bracelet bracelet بريسلت السلسلة تنبس حول اليد بيقولك عليها انسيال او حاجة زي كده ايه ring لو الحلق necklace لو العود ring الخاتم او الحلق برضو تنفع بس هنا تبقى ايه طبعا كلمة necklace تمام يبقى necklace لو ايه لو العود لكن كلمة ring خاتم واي ring لو ايه الحلق number 22 mom always prefers to buy things the house والله ماما دائما بتفضل تشيري اشياء للمنزل من اجل المنزل يبقى ايه يبقى for the house تمام يبقى letter a number 23 can you me information about this machine ممكن طبعا عايزو لك ممكن تتديني معلومات عن الالة ديات يبقى can you ايه طبعا can you give me هل ممكن ان تعطيني number 24 she always buys many things special offers هي دائما بتشيري اشياء عديدة عايزو لك ايه بقى من العروض الخاصة يبقى احنا قلناها في التعبارات اللي هي ايه قلنا على طبعا on special offer يبقى letter d تمام number 25 what's that of the day in Carrefour عايزو لك ايه بقى العرض بتاع اليوم بتاع النهاردة في Carrefour هنا خالبك what is a what is a deal ايه الصفقة او العرض او التخفيض اللي موجود في Carrefour دلوقتي تمام بقى كي يجيب لك جلوز الخاص تمام مهارة التحدث الزبون او العامل بيقول ايه والشوب برضو عليه ازاي الاسلامة موجودة ومترجمة طبعا سابلعك عشان وقت الفيديو مبقاش طويل اقرأها لوحدك واقف الفيديو عليها وده الجزء التاني تمام تحدث عن اشياء في المنزل برضو السؤال والاجئة بتاعته السؤال برضو مترجم زي ما قلنا واقف برضو الفيديو على الجزء ده عشان تقدر تفاهمه كويس تمام الجزء اللي يهمني اللي جايد اللي هو جزء الخاص بالرائتين ازاي تكتب براجراف عن ايه عن ايتيم اشياء موجودة في المطبخ وده جيه السنة الفاتفة في بعض المحافظات طبعا انا اكلم ايه الافكار بتاعتي اول حاج في اشياء عديدة ممكن نستخدمها في المطبخ ممكن نطبخ اشياء بسرعة بالاستخدام الايه المايكرويف ممكن برضو احفظ اشياء باردة بسخدام التلاجة اعتقد اكثر جهاز مفيد في المطبخ والله مكين اصولنا القهوة طبعا بيتعمل اهوة لذيذة وبتوفر وقتي تمام ممكن تكتب حاجات تانية او كلام عن موضوعات تانية موجودة عندك فيه في المطبخ تمام او اشياء موجودة عندك فيه في المطبخ احنا كده وصلنا الاخر حالياتنا النهاردة لو عجبك الفيديو اتنسى الشام لايك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته